إن الله مجرد مبدأ حضرتكو هتكملوا أنا متأكد من هذا إن شاء الله إن الله وملائكته تمام صح صح يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ها تمام صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جميع الأوامر والنواهي في القرآة الكريم يبدأها الله تعالى بالنداء ثم يتبع النداء بأمر أو بنهج زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعتم الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك وقلبك ركز خير يا عبد المسعود ليه يعني إما خير تؤمر به أو شر ستنهى عنه فدائما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا اجتانبوا كثيرا من الظن الله الأوامر والنواهي تأتي مباشرة إلا في هذا الأمر ربنا لم يقل جل جلاله مباشرة يا أيها الذين آمنوا صلوا الآية مش بدايتها كده لا دا دي نص الآية الأخير الآية 56 إنما الآية بدأها الله بنفسه وهذا العمل أمرنا الله به وقام به بنفسه هو أي الموضوع بقى يعني هذا الشيء أمرنا الله به وبدأ به بنفسه أيوة إن الله وملائك وثنى بملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني قبل ما يقول لنا صلوا على النبي هو صلى هو جل جلاله وقبل ما يقول لنا صلوا على النبي جعل الملائكة تصلي على النبي طبعا سيدنا بن كثير هذا العلم القرآني الجميل قال إيه قال إن الله تعالى بدأ بنفسه أنا بنقل الكلام بتصرف مني يعني بتوضيح بدأ بنفسه هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى بعديه بملائكته ثم أمر المؤمنين والمسلمين أن يصلوا عليه في الأرض طب الملائكة في الملائكة الأعلى يصلون على النبي وأمر المؤمنين على الأرض أن يصلوا على النبي ليجمع الله عز وجل الثناء والصلاة على النبي في العالمين العالم العلوي الملائكة تصلي عليه في السماء والعالم السفلي المؤمنون يصلون عليه في الأرض ركزوا في دي أوي يعني الصلاة على النبي شغالة في السماء وشغالة في الأرض طيب خدوا دي كمان بقى شف أبو العالية قالك كما ورد من كلام أبو العالية عند البخاري قالك صلاة الله على النبي بمعنى ثناؤه على النبي في الملأ الأعلى ثناء الله وذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بن قسن هي الصلاة الله على النبي يعني إن الله يصلي على النبي يعني يذكر الله النبي ويسن الله على النبي في الملأ الأعلى والملائكة تؤمن على هذا الثناء والذكر الله تؤمن وتدعو ولذلك أنا أسأل حضرتك سؤال مين فينا بيصلي على النبي يرفع إيده كده كله هيعمل كده أنا عارف الكلام بس في الحقيقة الإجابة خطأ عليه وسلم يعني بنسند الصلاة والسلام على النبي إلى من؟ إلى رب العباد نحن بنقول اللهم يعني الصلاة مننا على النبي دعاء لله رب العالمين أن يديم سناءه وصلاته على سيدنا النبي يعني بنقول اللهم يعني يا رب يعني يا الله صلي على سيدنا محمد يعني يا رب صلي أنت جل جلاله على سيدنا محمد لكن أنا لا بصلي ولا أنت بتصلي ترجمة نانسي قنقر